قال لها عمر أنا بجنبك وما غنخليك شمع مكان تلاحت على الناموسية وحيدات صباتها ونعسات صباح فاقت وفيقات عمر وقالت ليه البس حويشك ويلا معايا ما حد الدنيا آمان عمر قال لها واخا البس عمر حويشو وخرج مع نهى وهو يبال لي حاتم برا نازل من تو موبيلته قال نهى شافت وقالت ياي ايجي دغية ايجي ييجي جري ايجي دغية جري هربوا ومشوا وخرجوا من بلاسة اخرى قالت زيب دغية ما خالصوش يشوفنا وهو يقول عمر فين هي تو موبيلتك قالت ليه ما جبتهاش غنمشيه في التموبيل تلوتين ركبونو هاو عمر وساق بيهم وحد الولد اللي طلباتنو هامنو يوصلها لوصل المدينة من ليه وصلو نزلو دغية وقال عمر هلاش جينا هنا؟ قالت دابة تعرف ايجي معايا دغية دخلوا في واحد العمارة وطلعوا في لها سانسور قال عمر واش كتعرف فيش حد هنا؟ قالت ششت قال هاني ساكت هزيت نوها سوارت من ساكها وفتحات الباب ديال البرتما وقالت له دخل قال ديال من هاد البرتما قالت نوها هادي هي البرتما اللي كنا فرشناها انا وامير على دوقنا كنا غنسقنو فيها على ما توجد الفيلة لا الفيلة وجدات ولا الفرطماس كنت فيها قال عمر شفتك كتحني بزيف ليه؟ وهي تقول عمر بعض المرات ما كنعرفكش ما كنبقاش نحسك داك الانسان البريء اللي كنت كنعرف كتولي واحد آخر عمر قال واش ماشي من حق نغير عليك؟ وقالت يا خوفي من الغيرة من اللي كتتحول لثم ودم وكر ودماء وكر وعمى قال عمر غانسكت حسن باش ما نجرحوش بعضياتنا وهي تقول أجي عمر نسعليك الغيرة دابة وركز على الأمان وهذا أأمن ما كانت تخبى فيه قال لي ها عمر واخا وهي تقول حتى واحد ما يجي في باله أنك ممكن تكون خبهنا قال واخا وهي تقول أنا غادي نتصخر ونجيب ليك كل ما كتحتاج قال لي ها عمر واخا وهي تقول باقي غضبان قال لا قالت يلا عنقني عمر عنقنها وحتى هي عنقاته وقالت يلا أنا غادي نمشي باش ما يعيق حتى واحد بغيابي وحتى جدت عطلت عليها خاصة لي نمشي عندها قال لي ها عمر الله يشافيها مشيت نوها ووصلت البوابة تسخر لعمر شدت تاكسي ووصلت لسبيتار واتجهات الإنعاش وبقيت كتطل على جداتها ودموحة في عينها جد طبيب وقال إنوها قالت دكتور شنو الأخبار قال حالتها مستقرة ولكن ما زال ما فاقت من الغيبوبة القلب ضعيف إنوها قالت واش كاينشي أمل قال الطبيب أملنا في الله ليام جاية غادت بيلينا ومنها غاد نحدو حالتها واش غادت تحسنوا للا بدأت نوها كتبكي وقال لها الطبيب الله معاك ما تفقديش الأمل بقيت كتشوف جداتها مرزاج احتصونا لها التليفون وقالت آلو قال لها حاتم فينك نوها قالت في الصبع طار وهو يقول دست مصباح وما لقيتكش واحتفل وطيل قالوا لي يا مشيتي قالت آه مشيت بكري وكنت محتاجة نبقى بوحدي دكش علاش قال لها حاتم أنا غنجي عندك دابا وهي تقول له واخا بقيت نوها كتس النح توصل حاتم جاء النقهاء وقال كي بقيتي من البارح قالت شوية بالنسبة للبارح أنا ما كانش خاصني نشرب عافك ما تبقاش تبزز عليا قال خودي راحتك كي ما بغيتي قالت عارف راسي مقصرة في الخدمة بستهب وهو يقول أنا نهز عليك ولكن خاصك يدري لي وكالا باش نقدر نسيني في بلاستك قالت له واخا أنا غنصوب عليك اليوم واسمح لي يا بزا قال حادي ما بيناتناش السماحة انتي را كيف قلبي واللي تقالت عليك خفافة عليا قالت الله يخليك لي حاتم قال تاصلت بالطبيب ديالة رامي وقال لي يا بللي غاديكون بخير قالت نوها واش نقدروا نشوفوه حاتم قال لا الزيارة ممنوعة غايت تاصل بلاينامي اللي غايسمحو بالزيارة قالت نوها كنحس انني ما غداش نقدر نتحمل قال لها حاتم اشكلنا وباس ايدها وحطات هي راسها على صدره وكتشوف جداتها وهو محاوتها بايديه بجوش بقاوت مما ومن بعد مشاه ركبات نوها مع حاتم وقال لها غادي نوصلك للدار قالت ايه غادي نمشي نبدل حويجي تقال غادي نرجع مورها قالت لا غادي نمشي نرتاح حتى مثالي قونمشي للسبيطار نشوف الجده وهو يقول بتنسيش تاكلي راباي نفيك مواكلة والو قالت ما قادراش وهو يقول هادي ماشي هادرا خاسكي تاكلي قالت غدا نحاول قال لها حاتم انت عشاو بجوش وهي تقول له لا بليش اليوم خليها نهار اخو حاتم قال كي ما بغيتي ما تبقيش في الدار بوحدك صوني على هاجر جي عندك قالت ليه نوها واخها غادي نصوني لها وهو يقول حاتم تهلاي ليه في راسك تحنا عند هو بس هفخدها وقالت سلامة دخلت نوها الفيلا واستقبلها الكلب ديالها روكي قالت له عارفة راسي هملتك ولكن راك شايف شنوها قالي بدات كتداعبو وطلعات الفيلا من بعد ومشات ودخلات البيت وقالت اوف قولي تكارها هاد الفيلا بدلات حويجها وصيفات راسها ونزلات من الدار ركبات فتو موبيلتها ومشات باتجاه البرتمان اللي فيها عمر طلعات لعندو وفتحات الباب دخلات وبقت كتقلب عليه وملقاتوش دخلات البيت النعاس وبقت كتشوف ورجع بيها الزمان النهار اللي كانوا هي وامير كيختاروا بيت النعاس احتزمعات عمر قال قال للا واشكوري هادا داخلها غهكك تخيلي كو كنت مسرح كندير شي حاجة داخلها طبيس تحكيت نوها وقالت فين كنتي قال عمر في الطوالات وهي تقول له ايش كنتي كتدير قال لها عمر كنت كندير ما كيديرو الناس وهي تقول له وانت اللي داروها الناس قلدهم قال لها ها حامضة وهي تقول له ايش كنتي من هادش قال عمر حبيبة على انا فين مشيت اينا راني معاك قالت ايش نوجدو شي حاجة دناكلوها على الاقل غدا نعمر وقت بشي حاجة بقيت نوها مع عمر كيضحكو في الكوزينة وكيوجدو الماكلة ومن بعد بدو كياكلو قالت شكرا بالسعب حيت واقف معايا في المحنة ديالي صراحة كن ما كنتي نتاح دايا ما عرفتش شنو كان غايترا علي قال عمر انا ديما معاك وما محتاش شكر منك عرفتي علاشا نوها حيت انتي دوايا انتي لهو اللي كانت نفسه قالت عمر ما عرفتش شنو غادي وقع من بعد واش غا نبقاوها كهربانين ديما ولا شنو قال لها هيت شي كنفكر فيه ديما ولكن وجودك معايا كيهون عليها هات شي عارف انني خاسني انتبت برأتي وباللي صعيب هات شي خصوصا ان الدلائل كلها ضدي وكان عيان فكر ما كان لقاش طريق نوها انا ما ديل ليك بهذا اتقاد يا لك حيت واحد اخر في بلاستك مستحيل تيقبيا ولكن غنتجاوزو هات شي كان وعدك قالت كانت منا رجعو كي ما كنا انا وياك ونا رجعو على قنا اللي ما كنش كان حسب حساب لأي حاجة فيه ابقاو كي ياكلو احتصونا التليفون دا نوها كان حاتم وقال قالو حياتي قالت حاتم لبس عليك وهو يقول وليت لبس من اللي سمعت صوتك اش كتيري قالت انا في الدار كنت غدة قال لها مزيان هاكا كنبغيك كولي شنو رأيك نخرجو اليومة في العشية قالت له انا مشغولة شوية قال باش وهي تقول له عندي الختمة حاتم قال ماشي مشكية نشوفوها بجوش وهي تقول له اوكي واخا قال حاتم مزيان اذا العشية ندوز عندك قالت لا خليني انا اللي ندوز عندك بالطموبيل في الشركة ومنها نجيب ليك ديك الورقة حاتم قال واخا غادي نسناك اذا تهلاي فراسك حبيبة قالت حتى انت تهلا فراسك عمر بقى كيسمع المحادثة ونات سلاة نوها المكالمة وتبعاته لقاته في البيت وقالت عمر ما لك عمر قال انا اللي ما لي ما بقيتش فاهمك انوها كتقولي لي انك مرتاحة معايا وفي نفس الوقت كتهضري معدك خينا وكأنك شداه احتياط اولا نقول انا اللي احتياط هو ره لباس عليه انوها قالت عمر اش هد شي كتقولي رد بالك لهادرتك قال انت اللي ردي بالك لتصرفاتك راكي كتجرحيني بها وبارك علي غهد الجروح دل ماضي ما تزيديش اكتر قالت عمر انا مكنلعبش بيك قال عمر تبتي لي يا انكي بغياني انا قالت انا معاك اش من اتبات بغيتي كتر من هذا وانا مخبياك عالبوليف قال بغيتك تكوني ديالي جرها عندو ودازل وقت وكانو في النموسية وكان عمر مع النق نوها وهي تقول لي ما كانش خاص نديرو هكا عمر قال نوها انا خايف مرعوب من فكرة انكي ممكن تضيعي مني مرة اخرى كان خافي ياخدك مني احتهد للي سميتو حاتم بعدات منه ودجعدات وجلسات على النموسية وبدات كتمسح في دموحا ناضع عمر وباسها مندهرها وقال عافاكي ما تبكيش دموحك كي قتلوني قالت انا غدا نود نمشي تابا قال لها عمر غترجعي بالليل وهي تقول غادي نشوف قال عمر كان بغيك ناضط نوها ولبسات حويشها ضغية ومشات بلا ما تنطق حتى كل ما ركبات في دموحا نازلين واتجهات الفيلا قالت علاش خليته علاش ممنعتوش انا كنت دي ما كان منع امير يقرم مني قبل الزواج علاش دا بس تسلمت ولا حيت هذا عمر اللي ولفته واللي الواحيد اللي كان حسب روحه علاش انوها علاش علاش اعطيتيه راسك وانتي ما زال ما متأكداش من اخلاصه ليك ممكن يكون هو اللي قتل والديك ممكن يكون هو علاش الله ياك انتي اللي بدلتيه بأمير وخليتيه يكون مهوث بيك علاش ما يكونش هو اللي دارها وصلات للذي الله ونزلات وطلعات لبيتها حيدات حويشها ودخلات الحمام وطلقات عليها الما وهي كتبكي خرجات من الحمام وبقاتك تشوف في المراية ديك ساعة ناضط بدلات حويشها واخدات وراقيها ومشات للمحامي سايبليها الوكالة والتاجهات لعنت حاتم للشريقة لقات وكيت سناها وقال حبيبة توحشتك قالت احتأنا حاتمت بالسم وقال بالصح توحشتيني قالت اه بالصح وهو يقول انوها ملكي واش واقعة شي حاجة قالت والو هانا جبتليك الوكالة قال حاتم واخا ولكن قولي لي يا مالكي قالت انا خايفة بالصافة حاتم خايفة على عائلتي قال ليها ما تخافيش انا معاك ايجي نمشيون تمشاو شوية احدى البحر باش تفوجي على راسك وغدا تكوني لباس خرجوا من الشاركة ومشاو ركبوا في الطموبيل ديال حاتم حتى وصلوا احدى البحر وقال ليها شوية دابة قالت اه حسن حاتم شكرا بزا ديما كنتي معاي في جميع الفترات قال ليها ما نسمعكش قلتي هاد الهضرة مرة اخرى ها كنتي قلتي لي انه عندك الخدمة منين بغيتين بداب قالت ما فيا ما يخدم خلينا هنا حسن قال حاتم واخا احتى انا بغيت نبقى وهنا ابقات نوها وحاتم وشافوا الغروب احتاجاهم البرد ونادو ركبوا في الطموبيل والتاجهوا السبيطار نوها شافت جداها ورجعت وصلها للفيلا ومشا دخلات وحسات برعب مرة اخرى وطلعت البيت والديها واخدات سوارة الطموبيل باباها وساقتها ومشات ووصلات البردماد اهير وطلعت وهي متردة تدخل وبعد لحظات حلات باب البردماد ودخلات القات عمر جاس في الفورتين غير شافها وتبدلو ملامح وستعادة ودهشف نفس الوقت ناضب الزربة عندها وعنقها وقال انوها كنت خايف من انكي ما تجيش مرة فرا حضرات رأسها وسدات الباب ودخلوه ومشيت قلسات وهو معاها ومترقب ردات الفعلة ديالها قالت انا خفت نبقى بوحدي في الفيلة ومعرفتش علاش حسيت بلي انت الوحيد اللي غدا نحس نهاه بالامان فراح عمر وعنقها بالجهد وقال انا فرحان حيت كنسمع منك هادا الهضرة نوها انا كنبغيك بالزاف بالزاف كتر ما كتتخيلي عافاكي ما تخلايش عليا بقيت نوها مع عمر ونعسات على صدره اما هو بقى فايق وممتيقش انها معاه صباح صباح ونوها فاقت ولقات رأسها في حضن عمر قالت عمر وش فايق قال انا ما نعستش اصلا وهي تقولي سمح لي عدبتك عمر قال عذابك راحة بالنسبة لي انا الفرحة ما سيعانيش كان كي حساب لي باللي عمرنا مغرج عمر اخرى هادش كان بالنسبة لي حلم وبعيد بل ومستحيل ولكن انتي رجعتيه لي حقيقة كان بغيك نوها احتى الموت قالت احتى انا بغنبقى معاك عمر قال واش متأكدة من هادش اللي كتقوليها نوها واش كان حلم قالت اه متأكدة ما كراتش نغمد عيني ونفتحهم ونلقى راسي كان حلم ومرتبطش بامير وما وقعش هادش كله وما ماتوش والدية عمر قال حياتي انا غادي نبقى معاك وغنسيك في كل شي ما تخافيش انوها قالت انا غدا مشي نشوف جدة عمر قال ليها واخي حبيبة تهلا يفرسك مشيت نهل عن جداتها وبقات كتشوف فيها وكتبكي وحالتها هي هي ما قدرتش تبقات المكتل ومسحات دموحها ومشعت وصلت لطيل ديال باباها وقلسات مع عادل وفترات احتلقات هاجر كتصوني لها قالت لها هاجر فينا صحبتي انوها قالت انا في لوطيل ايجي نفترمها بعضياتنا هاجر قالت واخا حيت توحشتك وش حال هادي ما قلسنا ما غداش نتعطل عليك قالت نوها كنت سناك هاجر ما تعطلاتش وجيت لعمد نوها لقاتها قال سفطة بلا بوحدها وقالت نوها بفين غبرتي قالت لها هاجر الخدمة حبيبة سمحي لي ما كنتش معاك في مرض جداتك ولكن مشيت شفتها الله يشافيها قالت نوها امين وهي تقول هاجر فين صاحبك نوها قالت انا واحد هاجر قالت لها لي جا من تايلاند وهي تقول نوها وانتي بش عرفت ايه قالت هاجر اه غير غير قال هاليا معاد وهي تقول نوها ومعاد هو اللي قال لك سيري فتشي في البيت ديالو قالت هاجر لا ما فتشتش غير كانت ما واحد الضيف كان عرفو واتصل بيا حيت نساشي حاجة ومشيت نشوف وهي تقول نوها مشا حيت ما عجبوش الحال وتشكه من هاد التصرف هاجر قالت انا كان اعتادر ومستعدا اعتادر ليه حتى هو قالت نوها اعتادرت ليه في بلاستك حطيتيني في موقف خعيب بزاق قدامه قالت هاجر كان اعتادر ليك مرة اخرى رامي شنو اخبارو نوها قالت ما وصلش ليك معاد حتى هادي هاجر قالت لا صاحبتي ما تدنيش في يدن سيئ ما زال ما سمحت لي على صديقك نوها قالت ما قلت وعلو وهي تقول هاجر ايو عفاكي سمحي ليه قالت نوها اسمحت ليك غا ما تعوديش وهي تقول هاجر ربي حفظك حبيبة سالا والفطور ومشا ويتطالعو على حسابات لوطين وبقات نوها كتراجع معها هاجر حتى سالاو وقالت هاجر الحمد لله كملنا انا غدا ندوز للشاركة دابا وغنرجع عندك ونمشي ونطلعو على جداتك انوها قالت ليها واخا مشات هاجر امانوها فاركبات فتو موبيلتها ومشات لعمت عمر وصلت ضغياء وطلعات وحلات الباب ودخلاتو ما لقاتوش ابقات غادة بالحس وكتقلب حتى لقاتوكي هضر في التليفون ديالبطار سمعاتوكي يقول ما بغيتها تحسب حتى حاجة صافي واخا انوها سمعات هادشي وتفاجآت نساحبات وحطات ايدها على فمها وخرجات وصدات الباب بهدوء عمر سمعشي حس وخرج وقال انوها واش انتي اللي جيت يا حبيبة ما كاين حد اكيد غت هاي قلية انوها خرجات بالزربة وركبات في طو موبيلتها وقالت ايش ناوي تاني يا عمر علي ايش ناوي انا كنت غالطة من اللي تقت فيك مرة اخرى مشات نوها باتجاه الفيلة ودخلات دغية وقالت ايش غدا ندير كيفاش غنعرف ايش كيدير عمر اصلا علاش مخلياه معايا علاش خديتي مني كل شي يا عمر واش ممكن تكون كدير هاد شي كله حيت بدلتك بانير وبقات فيك مرتاح حيتي احتى خديتي مني كل شي احتشرا فيه علاش تقت فيه علاش بقات نوها كتنوح وتندب احتجها اتصال من المصحة دي الادمان طبيب قال لالا نوها كنت اسف ولكن رامي في حالة خيبة بزاف ودروري تجي باش تشوفيه نوها قالت خويا انا جاي يا دابا خرجات نوها بسرعة وركبات في الطموبيل ورجليها كيرجفوا بالخلعة ابقى كيثوني لها التليفون شافت وقالت اوف هاجر ماشي وقتك وصلت ونزلت ضغية ومشيت كتشري دخلات قالت خويا فين خويا منعوها الممرضات تدخل بقات خايفة وصونا لها التليفون ورقات حاتم قال لها قالوا نوها فينك قالت حاتم انا في المصحة رامي قاتحها حاتم وقال نوها انا وها جرحنا في السبيطار الباركة في رأسك من جهة جداتك نوها تصدمات وما قدرت تقول حتى كلمة خرج عند هالطبيب ديك الساعة وفي نفس الوقت قال لا لا نوها كنت أسف ما قدرناش نعتقوه الباركة في رأسك ديك الساعة ما نتقات حتى حرف وطاحت تليفون من ايدها بقات كتشوف وهي في حالة صدمة وطاحت فاقت وهي في غرفة في المصحة وبأيديها السيرون لقات عند راسها حاتم وهاجر قالت لها هاجر صبر يا حبيبة وقال حاتم حياتي انا بجنبك هادري يا حياتي شنو بغيتي تقولي قالت بغيت نشوف خويا قال لها حاتم غادة تشوفي ما تخافيش وغتشوفي حتى جداتك ولكن اهم شيء هو انك تصبري ناضطنها من بلستها وشد فيها حاتم وداوها عن درامي لمستودع الاموات دخلات وشافتو وهي تنهار بالبكة وقالت علاش اخويا علاش سمح لي انا السبب انا اللي وصلتك لهذا الشي انا حرام عليك انا اللي ما نفتش واسية ماما وبابا خليتوني كلكم علاش علاش قال لها حاتم صافي يلا نخرجو حرام عليك هاتشي لك تديري في راسك صبري فجأة فقدات الوعي وهزها حاتم وردها البلاستها في الغرفة داروا لها الاسعافات اللازمة وبقات معها هاجر واحت حاتم ساعات وهي ناعسة احتفقت بالليل وقالت فين انا قالت هاجر حبيبا ركي في المصحة كي بقيت ادابة قالت نوها بغيت ننشي للدار وهي تقول هاجر واخح بيبا انا غدا نكون معاك قالت لا بغيت نكون بوحدي الى بغيت عونيني طلبي من المحامي يتكلف باجراءات الدفن ديال جده ورامي قال ليها حاتم انا غدا نوصلك وما تخمي فواله من الافضل تكون معاك هاجر نوها قالت قلت لا انا غدا نكون لا بس تمو بلتيك عينا هنا غدا نشي فيها وما كين لاش توصلني قال ليها حاتم متأكدة وهي تقول له اه متأكدة غدا غندفنو جده ورامي وبغيتك تكون معايا قال ليها حاتم اكيد بلا ما تقوليها غدي نكون معاك خرجات نوها وركبات في تموبيلتها ومشات للفيل دخلات بهدو وبقات كتبكي ودخلات الفيل جداتها وبقات كتبكي على فراشها وقالت جده علاش خليتوني بوحدي علاش علاش ما متش حتى انا علاش ما ديتونيش معاكم وبقات كتغوت بقات نوها كتبكي وكتغوت حتى عيات ناضت وشافت واحد الصورة جماعي يديا لعائلتها وقالت كان قسم ليكم اني ما غدا نعز حتى نتاقم اللي شدتنا كان قسم ليكم خرجات نوها بزدربة من الفيلة باتجاه البردما حتى وصلت وبقات شادة في الفولوم تردت طلع والدموع نازلين من عينيها مسحاتهم وخرجات طلعات البردما وحلات الباب ولقات عمار انتكي على الفوتاي وكيتفرج في التلفازة شافها وقفز من بلاستو وقال حياتي توحشتك جاب سرعة عنقها وهي ساكسة مهدراتش شاف فيها وتخلح وقال نوها مالكي وعليش الدموع خرجوا دموحها بلا ما تحسب غزارة ورجع قال لها نوها ما تخل عينيش مالكي ايش واقع قالت جداتي ورامي خويا ماتوا في وقت واحد عمار قال نوها سمحي لي بزاف الباركة في راسك صبري عافاكي انا معاك عمري غدا نخليك وغرب قديمة بجنبك بقمع النقهة ومن بعد مدة دهل النموسية باش ترتاح ومشجب لها عصير ولكن ما بغتش تشوفه قالت عمار ايجي حدايا بغيت منعز في حضنك اليوم عافاك حيث كان حسب اللي بقيت بوحدي في هادا الدنيا قال ليها عمار حياتي انا معاك وانا غادي نكون الدنيا ديالك ما تخافيش غا نكون معاك دوزيت انو هادك الليلة مع عمار وهي في احضانه والصباح غلات عمار ناعف وناضت هي دوشات ولبسات حويشها وخرجت من البيت واخدات التليفون والتعصلات بالشرطة وعطاتهم العنوان ورجعت عمد عمار فيقاته وقالتنو عمار فيق نود لبس حويشك قال ليها عمار صباح الخير يا حبيبة كي صبحت قالت انا خليني ساكتا لبس حويشك انا غدا نسننك نفطره قال ليها عمار واخي حبيبة هنا نعيد خرجات من البيت ومشات الباب لبرطما وحلاته دخلوا البوليس ونعتات ليهم منوها البيت اللي فيه عمار دخلوا ولقاوه لابس السروان وعريان ملفوق شدوه هو كيقاوم وكيعية لنوها وخرجوه ولقا نوها مربعة ايديها وكتشوف فيه والضابط كيقول لها شكرا بزافة لنوها على تعاونك معنا شاف فيها عمار وهو مصدوم اما هي ما دارت احتردت فعل وبقا تكتشوف فيه ماشي بديك النظرة البريئة الاعتيادية اليوم بالتحديد شاف عمار واحد الانسان اخرى كأنه كيشوفها الاول مرة قال نوها وهي تقول سيدي انا سلمت لكم بعد ما كان هربعا دابا خذكم تعرفوا الحقيقة واشنو هو الدافع اللي خلاه يقتل عائلتي كلها عمار قال نوها مستحيل تكونيك تشكي فيها واشن سيتي الداو وهو كيشوف في نوها اما هي تصمرت في بلاستها رجعت للدار وهي محاملاش راسها ودموحها مفارقوش عينيها بقيت كتدون في الفيلا وكتشوف في تصاوض عائلتها احتاجات عندها هاجر ودخلات لقيتها في بيت جداتها قالصة في الأرض وجامعة مجموعة من تصاوض وكتبكي عليها قالت لها هاجر اول يا صحبتي علش ديرا في راسك هاكا صبري قالت نوها ما قادراش كل شي مشا مني في دقيقة علش اش درت اش درت باش نستاهل هاد الشي وهي تقول هاجر صبري يا حبيب عافكي ما تديريش فراسك هاكا حاتم دار جميع الإجراءات وغايد دفنوا اليوم احدا واليدي نوها قالت لا خاص نديروا لهم الفحص ونعرفوا باش ماتوا بالضبط خاص ننعرف كيفاش قتلهم عمر هاجر قالت وشنو اللي غادي تغير اللي استاد الناس اللي قتل غاي زيدوا جوج اقصى عقوبة هي المؤبد خداها خليهم الدفن اكرام الميت هو دفن بداتنها كتبكي وبدأوا الناس كيجيوا الفيلة باش يعزيوا من جديد نفس المشهد كيتكرر قدامها وفاة والديها وامير كيسلموا لها الناس وهي محاسة بحتة واحد وما شايفة حد هاجر احداها تدخلات نادية واحد البنت شادة فيها داتها لعند نوها وقالت نادية بنتي نوها قالت خالتي انا بقيت بوحدي نادية قالت ما تقوليش هاكا انا معاكا بنتي وهي تقول نوها انا عييتها خالتي عييت عييت من هادش نادية قالت استغفرين الله بنتي هذا قدر قالت نوها ايش درت العباد الله انا ايش درت ليهم حتى يديروا فيها هادشي علاش بقيت نوها ونادية كيتبكا ومن جهة اخرى كان الضابط كيحقق مع عمر قال الضابط كيفاش حتى هربتي وشكون هربك عمر قال اهربت الراسي خطط وهربت الضابط قال فين تخبيتي عمر قال في الدار ده امير قال ليه الضابط شكون عاونك قال عمر ما عاوني حد كنت عارف ان دي كدر خاوية وما كيمشي لها حد ومشيت وتخبيت تما قال الضابط شنو علاقتك بموت رامي القيدي وش دعتو عمر قال ما عندي علاقة واش اللي ما تلسقوه فيا سالة تحقيق وداه عمر الحبس بعد ما شدو الحراس عليه وزادو ليه حكم الأشغال الشاقة ابقى في الحبس وما كيهدر محتى واحد ساكت وغادي وشاي في الزنزانة وهو يقول له المسجون اللول ما فينا الساد ما نتعرفوش مرحبا بك المسجون التاني قال ما مولفش ما زال وقيل جديد قال المسجون اللول ايش درتي يا الخاوة باش محبوس تحصب عمر وقال قتلت كتر من تلتميات واحد ومستعب نقتل كتر المسجون اللول تصدم وقال خلينا منه صاحبي هذا باين ما خايف من والو اللي تبعنا بدك تلتمية هو يقول المسجون التاني شوف على نظارات كديرين عامرين بالحقد والشر ودازت اليام لقنازة ونوها ما حاملاش رأسها وحابسة رأسها في البيت ديالها وما كتاكلش جات هاجر وقالت ليها حبيبة حرام عليك هاتشي اللي كتيري في راسك هاتشي ما غي نفعك بوالو وما غي رجعش ليك اللي ماتو قالت نوها وعليش غنعيش أنا ولمان أنا ضعت صافي هاجر قالت ما تقوليش على راسك هكا انتي شابة وما زال الحياة قدامك حتى حاتم ديمك يسوون نهليك وحازين حيت ما كتجاوبيش على اتصالاته نوها قالت حاتم على هانا بقى ليشي عقل لحاتم وللغيره أنا حياتي ما بقى لها معنا هاجر قالت صبري اغتي عافعكي أنا خزنين عيطليك على طبيب نفساني انتي حالتك خيبة بقيت نوها كتنوح وفجأة ناضط للطوالات وبقيت كتقية ما صار انهاك يتقطعون هاجر قالت شفتي هاي اللي قلنا هانتي غتجي بها في صحتك ايجي نعسي وتغطعي قالت نوها أنا غدا نعسي هاي صار راسي عيانة بزار وهي تقول هاجر كولي بعدها واش بغا تخرجي على راسك أنا غدا نقول لي هم يوجدوا ليك ما تعكلي قالت نوها أبغيت غير النعس وفي بلاسة أخرى جال موظف عند عمر وقال له عمر الخالدي عندك زيارة عمر قال شكول قال له الموظف والديك ناضي عمره هو قالب وجهه شد فيه الموظف وده المكان الزيارة ادخلوا لقواليدي وناضي تمو كتبكي وعنقاته وقالت له ولدي علشا ولدي علش كتدير هادشي في راسك عمر حدر راسه وقالت له تاني المو اجلس يا ولدي قول لي يا واش كتتاكل كتنعز علش هربت يا ولدي علش زايد على راسك لمشاكل علش يا ولدي علش من ديما كنقول لي كنوها ماشي ديالك وحلم علاقتك هادوك الناس فين موصلوا لهم داروا فينا خير وخدمونا بارك الله فيهم علش نطمعوا فيهم عمر قال عندك الحق أمي عندك الحق وهي تقول له داوية ضيعت حياتك علاق بالوهم عمرو ما كان غادي تحقق وحرقتي قلبي عليك قال المصطفى ماشي وقت هاد الهضردعبا بلامت النبي صافي وهي تقول داوية قلبي ما عالم به إيه إلا الله ماشي حدي ولدي الوحيد يتلاح يكمل حياته في الحبس قال لي هم الموظف الزيارة ثلاث وشد الموظف عمر وداه وبقات المكتب كي موراه أما هو بقى غادي ومرفوع ورجعت به الداكرة لفترة المراهقة نهار بقيت نوها وعمر كيلعبوا بالماء قد تقول له عمر ما تفزقنيش قال لي ها انت اللي بديتي يالله شدي دعبة احتفزقوا كلهم قالت له نوها نهري اليوم ما تخاسم علي يا ماما قال لي ها عمر ما تخافيش ايجي مورايا دخلوا الكوزينة من الباب اللوراني ولقاو تمات داوية وهي تقول لهم ايش هاد الشي عمر قال ليها ماما صرفري صرفات الداوية وعطات الحويج لنوها تبدل وبدأ عمر كي عطس وهي تقول له الداوية سمعني يا ولدي انتا رك ولد الخنتامة سمعتيني احنا ما عندنا وعلو الخلصة ديالي انا وباباك ما تجيش حتى مصروف نهار واحد ديالنوها حلم على قدك باش ما يجيش شي نهار اللي تلقى فيه راسك خاسر كل شي وبقيت يتابع وهم عمرو ما غيتحقق ادخل عمر للزنزانة وهو كيفكر قال ها هو امي جدك النهار اللي حدرتيني منه جا وعند نوها جابت لي هالخدامة لماكلة وفيقاتها وهي تقول فين هاجر قالت لي هالخدامة مشاتها للا بقيت نوها كتاكل بزز عليها احتسالات وهي ترجع عند هالخدامة وقالت ليها للا نوها كين واحد الراجل كيقلب عليك نوها قالت شكون هذا وهي تقول لها الخدامة ما عرفتوش وما قالش نزلت نوها تشوف شكون وقالت لقاي قال ليها لقاي بنت عمي العزيزة توحشتك نوها قالت له اش فكرك بينا ما شفناك لا في موت والدية ولا في عرسي ولا في موت جدة وخويا لقاي قال شفتيش هالعن ديد الزهار كون جيت في عرسك كله راني دابة في القبور قالت جلس هو يقول شكرا حبيبة وهي تقول له جيني من لخرة لقاي اش بغيتي حط رجل على رجل وقال بغيت حقي قالت له حقك هو يقول حقي في ميرات جدة وولد عمي وهي تقول نوها عاد تفكرتي باللي عندك جداك وعندك وولد عمك لقاي قال بلاغ اضرب زعف انا عندي في هاد الفيلا بحالك وعندي فلو طيل بغيتي ولا كرهتي قالت له خرج برا خرج وطاحت نوها بانفعالها وفاقت ولقات راسها في بيتها وحداها الطبيب وولو ايو الخدامة وهو يقول لهم الطبيب ممكن تخليوني معاها بحدنا خرجوا كلهم في مرة وبقى الطبيب معاها وقال انوها انا مبغيتش نهدر حداهم انتي حاملة قالت حاملة مش متأكد الطبيب قال اعراضك كلها كتدل على انك حاملة انا قبل ما نكون طبيب انا صديق العائلة هادري معايا بصراحة شكون هو الاب ديالولدك انوها قالت ما تقول لحتى واحدها تشيحافاك طبيب قال ما تخافيش حضرات رأسها وخرج الطبيب ودخل لؤي قال لها على سلامة بنت عمي وهي تقول له خرج برا قال لها لؤي صوفي هانا خارج غانمشي نجيب حويجي ما جادش نخلي بنت عمي بوحدها في الدار وما معهاش راجل نشوفك من بعد وهي تقول له كلب ايش غندير يا ربي المصائب لا تأتي فرادة ما حيلتي لهذا السخط اللي جاباشي ورت معايا وما حيلتي اللي حمل اوف كيفاش غابت على بالي هادي كيفاش ما درتش حتياتاتي اوف ايش غندير دعبة بقيت نوها كتناقر مع رأسها حتصونا لها التليفون وقالت قالوا هاجر قالت لها هاجر حبيبة كي بقيت وهي تقول نوها شوية وصافي جادك زفد ولد عمي لؤي كتعرفيه جا قال لك عنده في الورد وهي تقول لها هاجر لا 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 ما تقولي هاش وجي يسكن معاك وهي تقول نوها ايه انا غدا انطرتك قالت هاجر هانا غدا انجي عندك نوها قالت لها عطقيني ضغي يا عافاكي وبعد لحظات دخلت هاجر لفيلة ولقات له اي مسرح رجليه فق الفوتاي وكيتفرج في التلفازة وهي تقول له هاي انت اش قدر انا واش هاد المستوى قال لي هالو اي شكون انتي واش عمي ولدش بنت خراء وانا ما في خباريش قالت هاجر انا هاجر صاحبة نوها قال لي هالو اي اه صاحبة نوها ومالكي داخلك تغوتي في داري قالت لي دارك منين جاتك قال لي هالو اي انا واريد شرعي الولد عمي يعني عندي في هاد الفيلة وفي الوطيل وفي الاراضي وزيد وزيد هاجر قالت الله يحسن عوان نوها انا غدا انتصل بحاتم هو اللي غايتفاهم معاك هزيت هاجر تليفونها وبدت تكتصوني وفي نفس الوقت نزلت نوها وقالت حبيبة قال لي هالو اي ابنت عمي لبس عليك كيف بقيت اي دابة ايجي عندي بزاف من قوليك عوجت فمها وهي تقول هاجر قالو حاتم لبس عليك ممكن جي عندنا لدار نوها حاتم قال اكيد هاني جاي قالت له هاجر ما تحطلش عافعك قال لؤي اه نوها ايجي بغيت نهدر معاك في موضوع مهم ايجي قلسي قالت نوها كينا شي حاجة اهم من انك جيتي تستولي عليها لؤي قال هذا شرع الله بنت عمي وهي تقول له وشنو بغيت لؤي قال بما انني وليت معاك شريك في كل شي ايجي نتشاركو حتى في الحياة ونتزوجو وهي تقول له واش باغي تجيب لي الشلال واش انا ما حاملاكش وباغي نتزوجك ماذا قال لي هالو اي ايواء اينا بغيت نتشاركو في كل شي انا هو رجل الدار دابا دخل حاتم وقال اش كون انت واش كدير هنا بدايت نوها كاتبكي وقالت حاتم ومشات كتجري عندو وهو كيتفحصها قال لي ها مالكي ايش دار ليك هو يقول لؤي انت اللي شكون واش دخلك بناتنا انا لؤي القيدي ولد عم نوها حاتم قال متشار فين قالت نوها هذا خاطيبي تفاجئ حاتم بها درت نوها وبقاك يشوف فيها بصدمة وقال لؤي دغيت تخطبتي ما ضيعتيش الوقت بنت عمي عموما مزيان باش تمشي لدارو ونرتاح في الفيلا ديالي وانقدر نبيع حقي فيها انوها قالت له شنو اللي تبيع مستحين نسمح لك بهات الشي قال حاتم انوها تهدني انا غادي نحليك هاد المشكل قالت في كل بلاسة في الفيلا عندي ديكرة مستحين نتحمل هاد الشي حاتم قال ياك انتي كالتقفية انا غادي نحليك المشكل ما تخافيش ووجه كلام اللي وقال ممكن نمشي ونهضرو ونديرو شي كافي اللي وقاي قال على الراس والعين خرج اللي وقاي مع حاتم وقال حاتم الليها غنرجع ليك احبيبة واخا قالت كانت سمعك خرجوا وبقى تهاجر مع نوها وقالت هاجر ايش هاد الشي سمعت من امتى وهي تقول نوها ما كانش عندي حال زواجي من حاتم هو اللي غايع تقني من بالسافد لحواج قالت هاجر بحالاش وهي تقول نوها ممم قلو اي واللي بحالو انا دبا ما بقى لي حد هاجر قالت عندك الحق حاتم راجل قوي وغادي يحميك بقى تهاجر مع نوها في الفيلة احترجح حاتم وقال حبيبة قالت نوها شنوقع فين هو هاداك قال لها حاتم غايمشي في حالو ومع عمرك غا تشوفيه نوها قالت له كيفاش وهو يقول تافقت معاه تنازلك على حقه في الورد مقابل مبلغ عمره كان يحلم به وغايمشي الامارات تما غادي نخدمه في شركة واحد صاحبي عرض مغري بالسعف قالت لونها انت رائع كان حماق عليك وهو يقول لها ايش قلتي كان حماقي علي ما مطيقش راسي عاودي شنو قلتي قبيلة نوها يعني انت موافقة تلوجي بيا قالت فكرت مزيان انت الواحيد اللي وقفتي بجنبي وكنت صادق معايا ابقى هنا غادي نرجع دعبة طلعت نوها الفوق وبعد لحظات رجعت وهذا في ايديها شي حاجة وقالت كنت واعدتك بواحد الهدية اها هي عربون موافقتي على زواجنا واحتهد القبيل حاتم قال نوها انت بهرتيني فعلا انا اسعد واحد في الدنيا انا غادي ندير ليك عرص اسطوري غادي قاتعاته نوها وقالت لا عافك انا معقدة ومرعوبة من العرازات غير حفلة صغيرة هنا في الفيل لا كافية قال لها حاتم كان واعدك عمرك ما تحس بشي خوف وانتي معايا وغادي نسيك في كل شي قاع المصائب اللي ذازت عليك غننسيهم ليك غتعيشي معايا ماليكة وغنشري لك قصر انوها قالت غادي نسكنه هنا هيد الفيل اللي عزيز عليها بزاف وما بغيتش نخسرها ولا نبعد عليها حاتم قال حبيبة انتي آمري وانا عليا نفت وهي تقول هاجر واو على عصافير الغرام شوقتوني نتزوج انوها قالت واهي اللي ادبرتلك على شراجة قال لها حاتم شكون اللي غايدها فيها وهي تقول هاجر ياكسي حاتم واخا دابة تشوف وهي تقول نوها هاجر لالات لبنات والف واحد يتمناها قال حاتم كان بغيك قالت نوها احتى انا قال لها احسن كلمة سمعتها في حياتي انا فرحان فرحان ما كراتش نغوته نقول كان بغيك قالت له نوها وصافي وهو يقول فقاش نتزوجه قالت ما كراتش من غدا وهو يقول انا ما امتيقش راسي واخيرا غادي نمشي نتافق مع العدو وفي اسرع وقت نتزوجه اكيد كان حلم نوها قالت ليه لا ما كتحلمش انت فايق وانا بغى نتزوج بيك قال ليها حاتم كان بغيك وبعد جلسة الغرام والحبي نوها وحاتم واللي كانت هاجر المتفرج الوحيد في المشهد مشاو وبقات نوها في الفيلا وبقات كتفك وقالت ايش هاد الشي كتديريها نوها علش بغيتي تزوجي كان عليك تمشي من هنا وتمشي لأي بلاد في العالم تغربي وتولدي ولدك وتربيه انتي ويا هاد الولد جاباش يقويك ويخليك تقدري تكمل حياتك ما بقيتش بوحتك في هاد الدنيا ولكن كيفاش غدا نولده بلا أب أم اللي يكبر ويسولني واش نقول له انت ولد واحد مشرم لا انا غدا نبقى هنا ونزوج حاتم ونقول له بلي هادا ولده وغياخد اسم راجل محترم ويفتخر به قدام الناس وعمر هاد الاسم غدا نساهل لأبد انا غدا نزوج حاتم ونعيش حياتي اللي طاعت وفي السجن خرج عمر الاستراحة وما كيهدر مع احتى واحد احتجى عنده محمد وقال له ايش رجعك هنا تاني يا صحبي عمر قال اهلا رجعني قلبي قال له محمد خاس ناشي قلصة باش تعود لي بالتفاصيل أشوقا قال له عمر واخ وبعد أيام وجدات نوها لحفلتها في الفيلا باش تتزوج بحاتم اللي التافقات معاه يسكنوا فيها بعد الزواج لبساتك سوى بيضة ودات ماكياش خفيف تيال العروس وهي تقول لها هاجر تبرك الله على العروسة ولكن علاش وجهك سفر مالكيك ما مريضة نوها قالت انا خايفة بالسان ما قادراش نساءش وقع لي في الزواج اللوي قالت هاجر نسى يا صحبتي دابة غدت بداحية جديدة قالت نوها كنت منا نعيش حياة زوينة مع حاتم ولو أنني متأكدة أنني عمري ما غدا نقتر النساء وهي تقول هاجر نوضي يلا حاتم كيت سنى مع العدول مزلت نوها وهاجر واستقبلهم حاتم اللي كان من باهر بنوها وجمالها قال ما عمري في حياتي شفتش وحدة بجمالك بتاسمات وقالت خلينا نكتبه وهو يقول غتكوني معايا أسعد وحدة في حياتك قالت ربي يخليك ليا رجلي العزيز وهو يقول ويخليك ليا مراتي العزيزة كتبوا لحقد وبدأت هاجر كتظهرت بدأوا كيحتافلوا وكيفرقوا الحلويات على الناس اللي جاوا عندهم بعد ما زلوا الحفلة ومشوا الناس طلعت نوها لبيتها باش تبدل حويشها وهي تقول هاجر يلا غدا نخليكم دعبة قال لها حاتم شكرا بزدافة هاجر حيث وقفتي معنا في هادنهار قالت هذا واجبي نهارها اختي مشات هاجر وبقى حاتم مع نوها في البيت وقال أنا أسعد واحد في الدنيا قالت حاتم ممكن نقول لك وحد الحاجة ترجمة نانسي قنقر